نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء التجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع بدء تنفيذ خطة تطويرها من جهتها شددت وزارة الزراع على أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي لتكون على غرار الحضائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية إلى جانب ربطها بحديقة الأرمان